البداية إذن من الرياض حيث أكد العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت في الرياض على أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به وأشار العهل السعودي إلى استمرار النظام الإيراني في سياسته العضوانية وتقويد استقرار الدول المجاورة وشدد على ضرورة أن تتخذ منطقة الخليج العربي أو أن تتحد هذه المنطقة في مواجهة عدوانية إيران وتستضيف السعودية اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي في ظل غياب أمير دولة قطر الذي خلفه في القمة رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر الثاني لمناقشة القمة الخليجية وما تمخض عنها أرحب ضيفي هنا في الستيديو السيد جلال الورغي الكاتب والبحث أهلا بك سيد سيدنا أهلا وسيدنا بداية كيف تقيم البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الحقيقة سوسن البيان يبدو جزء من الاندراج في هذه المؤشرات الإيجابية بحيث أنه تقريبا يكاد يكون تعامل مع أنه لا وجود لأزمة بين الدول الخليج ولا وجود لحصار لقطر وتعامل على أنه دول الخليج كأنها جميعا في وضع طبيعي ليس هناك أي خلافات ليس هناك أي انقسامات ليس هناك حصار وتحدث عن مشاريع مشتركة يعني عسكرية واقتصادية ويعني مبادرات مشتركة وتمواجهة الخطر الأقليمي أيضا بشكل مشترك واعتبار العدوان على أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي هو اعتداء على جميع هذه الدول هذا كله يعكس في الحقيقة الأجواء التي الإيجابية إن صحها التعبير والمؤشرات الإيجابية التي بدأت تلوح في الوفق منذ أسابيع وتجسدت في هذه القمة التي كان يفترض سوسن أن تعقدها في الإمارات ويبدو أن السعودية بادرت بعقدها في الرياض من أجل أيضا تعبير فيما أعتقد عن حسن نواية تجاه قطر خاصة وأن العلاقات الإماراتية القطرية هي الأكثر توتر في الحقيقة في سياق الأزمة الخليجية هل ترى أن هناك قرار فعلا بالمصالحة بالاتجاه بين هذه الدول يعني من خلال التهديئة الواضحة زيارات سرية وزيارات علانية وقف التصعيد الإعلامي في المجال الرياضي هل هذه فعلا المؤشرات حقيقية يمكن الأخذ بها نعم في تخدير بالتأكيد سوسن يعني كل هذه المؤشرات تعبر على أن هناك توجه للتهديئة على الأقل لنقول حتى إذا لم نكن متفائلين نقول أن هناك توجه جدي وحقيقي للتهديئة رأيناه من خلال وسائل الإعلام يعني في هذه البلدان من خلال التصريحات من خلال أيضا التصريحات التي أبلى بها وزير الخارجي السعودي قبل قليل بعيدة يعني البيان الختامي والتي تحدث فيها على أنه يدعمون المبادرة الكويتية في المصالحة إلى جانبي طبعا يعني الرسائل المتبادلة بين هذه البلدان والأجوال الإيجابية التي شهدتها قطر والنجاح الذي حققته من خلال مشاهدة جميع الدول في الخليجي 24 لكرة القدم والذي كان فيه كثير من الاحتفاء والاحتفال بالأجواء والعلاقات بين الدول الخليجية نعم أشرك معي السيد عمر العامري الكاتب والبحث السعودي من الرياض أهلا بك سيد عمر إلى أي مدى يعني يمكن القول بأن هناك فعلا أجواء إيجابية خيمت على مجلس التعاون الخليجي تنظر بشكل أو بآخر بقرب المصالحة هل هناك تفاؤل مبالغ به بسم الله الرحمن الرحيم دعا نقول أن التفاؤل دائما موجود لأن هناك الكثير من المحادثات عبر قنوات مختلفة ولكن أعتقد لن أكون متفائلا بالمطرق وأعتقد أن الكثير من الأسباب الخلاف لم تعالج وأعتقد أن ما أرزال هناك الكثير الذي يجب عمله وأعتقد أن لا أرى الكثير من التفاؤل وأن كنت أتمنى كموة الخليجي يعني هل ترى سيد عمر يعني بناء على عدم التفاؤل هذه بأن الأطراف نتحدث عن قطر والدول الخليجية لن تذهب لمصالحة دون شروط مسبقة أعتقد الكثير من الأسباب التي هدأ من بها الخلاف مع دولة قطر الكثير من الخلافات أو الكثير من الملطات التي زعت إلى هذه الحالة إلى هذه الأجمع لم تتسوى حتى الآن ربما نقشت من الكثير ولكن حسب علي أنها لم تتسوى أظن أن يتسوى كثير منهم سيد عمر الشكيرة أسمعيني نعم أسمعك أتفضل نعم نعم أسمعك أتفضل الشكيرة الشكيرة من الملطات لم تتسوى ولكن أن تكون هناك انتماعات هذه حالة إيجابية وأن يكون هناك محادثات هذه أيضا حالة إيجابية ولعلها خطوة أولى ولكن هناك الشكيرة لم تتسوى أعتقد أنه على ضبط القطر الشفير لتضع له في هذا المجال ولكن حضور منذوب عن القطر أو حضور مطل القطر إضافة إلى المقشات الجانبية بحث تتعطي أمل أو ضغط أمل أعود لك سيد جلال الورغي هل تتفق مع السيد عمر بأنه لا يجب الذهاب بعيدا نعم ولذلك تحدثت عن التهدئة هناك بوادر تهدئة حقيقية يعني العرقي لا تزال ولكن في اعتقادي سوسن أن الكرة في شباك في الحقيقة والحصار يجب أن نقول هذا بكل وضوح لأنه في نهاية المطاف أولا إذا تحدثنا عن السعودية السعودية ستكون كبيرة إذا قادت مجلس تعاون خليجي موحد ليس هناك فيه خلافات بين هذه الدول الأعضاء في المجلس الآن هناك نوع من التباين إلى حد ما يجب أن نعترف به وهذا يضعف يعني مكانة السعودية أقليميا ودوليا إلى جانب هذا في تقدير قطر دولة بإمكانياتها الذاتية استطاعت أن يعني في نهاية المطاف تحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية لاحظ سواء على المستوى الدبلوماسي المستوى الاقتصادي مستوى الاعتماد على الذات في يعني إدارة شأنها بينما في تقدير الدول دولة مثل السعودية يعني مثل ما أشرت تحتاج في قضاياها الأقليمية وهي دولة كبيرة تحتاج إلى أن يعني تعيد النظر في كثير من الأمور من أجل أن تتموقع التموقع الصحيح أقليميا ودوليا هذا يقتضي يعني مجلس تعاون خليجي قوي حتى وإن تطلب الأمر أن تكون هي المبادرة باستمرار لاحتواء الخلافات وتفكيك الأزمات وتقديري هذا يتوقع منها وهذا يحتاج إلى تغيير بعض السياسات وأيضا حتى تغيير الدفع باتجاه تعديل نظرة بعض الدول لبعضها مثل الإمارات في تقديري لا تزال عامل سلبي في هذه الأزمة ولها تحفظات حتى أنا وكالة الأنباء الفرنسية اليوم تحدثت على أن أبو ظبي لا تزال تغرد خارج السر في هذا المسار في هذه النقطة سيد عمر هل هناك تباين سعودي إماراتي حول التهدئة إذا كنت لا ترغب أو ترى أن الأمور لا تذهب لحد التفاؤل بمصالحة الرغبة بالتهدئة خلال هذه المرحلة وهو واضح جدا من خطاب العاهل السعودي من الترحيب بالقطريين هل هناك تباين سعودي إماراتي حول هذا التقارب أو التهدئة لا أستطيع أن هناك تباين وراء أستطيع أن تحذر عن المواقف الإماراتي أعتقد أن السعودية والإمارات دائما مواقف هم متطادقة وإن كان هناك من تباين فقد يكون تطوقة معالجة وليس في المحصلة النهائية إن كان هناك من تباين المضيفة ورحبت القطريين ورحبت الجنوب القطري وتأمل الوصول إلى حل وأعتقد أن الكثير من القضايا تتناقش بهذه المحصلة ما هي العوائق طيب ما هي العوائق سيدة عمر التي قد تحول دون المصالحة العوائق أعلت في حينها وهي النقاط التي نحن 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 العاقة الأولى أن القطر ما زالت تدعم الإرهاب وفي إعتقادنا وما زالت تحضر أو عدر القنوات بعيدة أو غير بخية تساعد الجماعات لا تحمل الهدن الحرب السعودية سواء في حربها مع اليمن أو سواء في جماعات إرهابية في دول أخرى ما زالت قطر الناعب الخفي والموون لهذه الجماعات ماديا وتؤوي بعض قياداتها ما زالت الكثير قناة الجزيرة ما زالت على ذات الشهاق الإعلامي العدائي الصغير ما زالت النقاط هي التي لن تمس كثيرا وإن كانت هناك بعض التهدي شكرا جزيلا لك سيد عمر العامير الكاتب والبحث السعودي من الرياض على هذه المشاركة ما تفضل به السيد عمر أستاذ جلال الورغي هل هذا الحديث ما زال قائما أو مطروحا سيطرح على طاولة المصالحة في تقدير لا جزء من الأزمة تفكك سوسن وأنا دعيني أقول بدون تحفظ أن السعودية ودول الحصار هي الخاسرة في هذه الأزمة ولذلك هي التي بدت مبادرة أكثر من قطر باتجاه تفكيك هذه الأزمة الحديث الذي أشار له الضيف من السعودية على أن هناك بعض المطالب يجب أن تحققها في تقدير المطلوب أن يتحقق هو أن تتكيف السعودية مع المتغيرات السعودية سواء النظام السعودي أو النظام المصري أو الإماراتي أو البحريني الذي يطالب مثلا لجم قنوات فضائية قمحة إسكاتها أو إعادة سياغة منهجها التحريري في تقدير هذا عود إلى الوراء بينما هناك متغيرات حقيقية في الواقع تستوجب احترام أن تكون هذه المؤسسة جزء من هذه الدول قوية ومجلس تعاون قوي أن تكون هناك فعلا هامش كبير من الحرية في جميع هذه البلدان وبدل الانزعاج من نقل أخبار المعتقلين ليتم إطلاق صراح هؤلاء المعتقلين من بابه أولى بالتالي ولذلك في تقدير جزء من هذه المطالب هو أصلا مرفوض يعني داخليا مرفوض عربيا ومرفوض حتى دوليا وحتى من المنظمات الدولية اعتبرته هو محاولة لإدخال قطر لما يسمى بنادي الدول الاستبدادية الدكتاتورية نعم الولايات المتحدة أيضا سيد جلال البرغي التي كانت الفاعل الأكبر ربما في هذه الأزمة بالاستثمار من جميع الأطراف حقيقة برأيك أي حل حلة للموضوع أو تقارب بين هذه الأطراف يعني هل سيكون بدفع من الولايات المتحدة أو بتحريك هو دعيني أقول سوسن أن الولايات المتحدة الأمريكية ويدارة ترامب تحديدا كانت جزء من الأزمة وهي التي شجعت دول الحصار على الذهاب وعطتهم الظوء الأخضر للذهاب لحصار قطر وكان ذلك بمقابل منهم ولكن أيضا كانت تبحث عن مقابل من قطر من أجل أن لا تذهب الأمور إلى وقد فعلا حصل ذلك للأسف الشديد وبالتالي كل هذه الدول أعضاء مجل التعاون الخليجي وقعت بهذه الأزمة تحت الابتزاز المباشر وغير المباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بل أزعم ومن قبل حتى دول غربية أنت لاحظي سوسن خلال هذه الأزمة كم صفقات سلاح أبرمتها كل هذه الدول منفردة ومجتمعة مع دول الغربية من أجل تكديس مزيد من السلاح خوفا من الأوضاع الأمنية التي باتت أكثرها الشاشة بسبب هذه الأزمة الخليجية ولذلك في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية كانت بقيادة ترامب كانت في لحظة ما جزء من الأزمة اليوم تريد أن تني هذه الأزمة لأنها باتت عبا عليها لأن هناك استحققات على الولايات المتحدة الأمريكية ذا ما استمرت هذه الأزمة هناك استحققات أمنية وعسكرية وسياسية ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية المجملة والتقليدية هي أن تتعامل مع كيان موحد أفضل من أن تتعامل مع دول مشتتة يعني ستجد نفسها مثقلة بحل أزمة شكرا جزيلا لك سيد جلال البرغي الكاتب والبحث على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك